بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلأخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم هذا الدرس الوحدة الخامسة عشرة الصحة الصحة الحوار السلام عليكم ورحمت الله السلام عليكم ورحمت الله لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى لماذا تتكلمت للمساجدين لأم الوبيتال حضرتني زيارتي طبيب الأصنان لإرادة سمجnelle طبيب الأصنان c'est le دائم كنظم بما تشعر بعض الأمل في الأصنان لماذا حضرتني للمساجدين حضرتني زيارتي طابي بالأن في والأذني نو سيلواء غل المتصنين دوني و دي زوري والحنجراء لغورج بما تحرور أشعر بألمين شديد في أذني هل لديك موعدون مع الطبيب موعدون مع الطبيب موعدون مع الطبيب موعدون مع الطبيب اسم الزمن vous allez voir dans le صرف اسم مكان اسم الزمن donc là c'est موعدون مع الطبيب موعدون مع الطبيب نعم موعدين الساعة العاشرة donc موعدين مع الطبيب سيساعة العاشرة donc à 10h موعدين الساعة العاشرة أيضا الساعة الآن الساعة والنصف aujourd'hui maintenant والباقي بنصف ساعة donc il ne reste que 30 minutes une demi-heure donc طبيب الأسنان حنجراء اذنون انفن الباقي donc الباقي c'est le reste طبيب الأنف والأذن والحنجراء الساعة موعدون donc ça regardez vous شديد c'est dur الألم c'est دول أجب عن الأسنان باختصار من حضر لزيارة طبيب الأسنان من حضر لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجراء بما شئ يشعر محمود بما يشعر مسعود من معه موعد مع الطبيب متى الموعد فالوقت الباقي الموعد أين هذا الحبر السلام عليكم رحمة الله و leaves السلام удар لماذا toda غيبة تعيبة عن الديرسر 태غâyبة و'تغayبة تعيبة تعيوبubine criبة أين هذا الحبر لماذا تعيبة تعيبة عن الديرسر لماذا بدء تشعر في خورة أصيبت بزوكا من شدين أصيبت بزوكا من شدين فيما شعرت بصدع شدين في الليل ورتفعت درجة حرارة ومتابعة تقوم بمتابعة هل قابلت الطبيب؟ نعم، ذهبت للمستشفة بالإسعاف وقابلت الطبيب ومتابعة تتتتتبب؟ وما تحطني تتتتبب؟ فصحني برورحة ومتابعة تتتتبع وقابلت طبيب وإذا كان تتتتابيا وزوجكا من شرطيب يعني أنت تتتبع حكرا لك وما تشعر الآن؟ الحمد للله نمي خير رول صعبات hombres pré..? نا Vivir awa كفتر شيئاً على نصبق نصبق س prevented uh นسحو نعم نقوم يفرض ش stato obs explodes نز تقياك سبسنتين أجب عن الأساء باختصار لماذا تغيب الطالب بما شعر في الليل كيف ذهب إلى المستشفى ما انقابل هناك ماذا قال له الطبيب ماذا أعطاه الطبيب بما يشعر الطالب الآن السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله خيرا جسبر كيسابا بيان هل قابلت الطبيب نعم وفحصت صدر وأد survivor منطقة على الم hardships سيئة Continuing أعطاه الquiroon سيئة الأ Schul Heart ماذا نتجحه يوسيكي السبابة Donc là il y a une augmentation du sucre dans le sang سأعلى بطالكون أ الحدثة من خط في العمل سأعى نعم إضافة من خط في العمل سأعطى من نفضل للمسيطة� كيف شئر سأعطى من خط في الأخرى نعم . نعم المارسة الرياضة يمارسة يمارسة الأولى لفكيرة والخضروات والأسانية أمر جزن أمر الطبيب أمر جزن لأرض خضروات لليجوم قلب لكير فواكه لفوي يعقص الضغد لفت دمجوري لابرسيون أجب عن الأسئلة باختصار من قابل الطبيب ما مرض الزوج ماذا فاصح الطبيب ماذا قاس الطبيب ما سبب المرض ماذا سيترق الزوج وماذا سيفعل أين هذا الحوار كيف الصحة الزوج صل بين الكلمة والصورة المناسبة لك إذا فو غليه entre المو والإماجه كوريسپوندانة أسنان رأس أنفخ حنجارة أوذن صدر قلب قلية صل بين المرض والعضو لك إذا فو غليه وعائل الوصول الوصول الليلة يقوم بم الحديث يقوم بمكتب يقوم بمكتب الممبر الممبر رأس أذن صدر قلب هناك نحن ثلاثون 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 تبادلت من السؤال كانت إ morgen كيف نتعلم كما أت RDT ترك الملح qu'est-ce qu'il t'a demandé le docteur il m'a demandé de laisser le sel vous faites la même chose avec السكرية القهوة الشاي اللحم الحليب لماذا حضرت إلى المستشفى حضرت لمقابلات الطبيب الأسنان vous faites la même chose avec الجميع المدير الكوليا donc là ici الكوليا ce n'est pas Laurent c'est l'université الكوليا المستشفى الطبيب الأنف الكوليا صيدلي صيدلي الصيدلي الصيدلي الشركة donc c'est le mot qu'il bryze le mouhendis l'angénieur المطر أخي تبادل السؤال والجواب مع azamilic كما في المثال هل لديك mawadun مع الطبيب نعم mawadis sa'ata العاشرة c'est le mot 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 المهندis السابع طبيب الأسنن الخامسة الممرد السادسة الصيدلي الثانية عشر عشرة الأستاذ الحادية عشرة هاتي هاتي جملا كما في المثال ذهب صالح إلى المستشفى لزيارة الطبيب المستشفى الطبيب الجامعة الجامعة بحر بحر donc c'est la plage السيارة الصديقي القرية donc c'est le village القطار جدي المدينة الطائرة أخي الفندق السيارة عمتي مخلص الطرقب donc là un petit résumé sur tout ce qu'on a vu موعد الساعة donc le rendez-vous الساعة العشرة التاسعة etc حضرت للمقابلات je suis parti je me suis présenté pour rencontrer طبيب الأسنن المدير الأستاذ etc لماذا حضرت إلى المستشفى pourquoi tu t'es présenté à l'hôpital هل لديك موعد معا الطبيب المدرس etc أشعر بألم شديد في أو ذنين أن في etc طالبا مني طرق طالبا مني donc il m'a demandé de laisser طرق الملح السكريات القهوة الشاي etc donc là c'est des exercices qui nécessitent donc le cd Mahmoud Masoud donc ça c'est la prolongation du son donc là on va passer parce qu'il faut le cd pour ça ceux qui ont il ne faut pas hésiter à le faire très important aussi d'utiliser l'oreille dans l'apprentissage dans la langue arabe بما تشعروا أشعروا بألمين في صدري و بما تشعروا أنت أشعروا بألمين في أسنان فاتت l'honneur avec أذن حنجر قلب أنف أسنان صدر حنجر أنف رأس أسنان أذن قلب c'est très rébarbatif mais c'est c'est la méthodologie c'est comme ça le fait de faire plusieurs fois d'utiliser plusieurs fois les mêmes mots c'est comme ça que ça rend بما تشعروا أشعروا بألمين شديد في صدري شفاك الله شكرا لك تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال هل هل قابلت الطبيب نعم وفصح وفصح القلب ما النتيجة القلب سليم والحمد لله فتلم شوز avec les membres suivants بما بما تشعروا أشعروا بألم شديد في أذن هل لديك موعد مع الطبيب سليم رقم مع السعرة الحارة فتلم محوز اذن السعرة السابعة الفي قلب اجب عن السعر ان سليم en utilisant les images ماذا يأكلوا بما يشعروا بألم أين بألم ماذا يفعلوا الطبيب الأسنان أين بألم الآن كيف بدروا الان شعر خوالد بألم شديد في انفيه فذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب فحصه الطبيب الحمد لله و بخير كيف بدروا الان شعر خوالد بل كلمات كما في المثال كيف بدروا الان شعر خوالد بل كلمات كما في المثال كيف بدروا الان شعر خوالد بل كلمات كما في المثال كيف بدروا الان شعر خوالد بل كلمات كما في المثال والسكر طلب الطبيب من بدر ممارسة للرياض وتناول الفواكه والخضروات هل قابلت الطبيب نعم القلب سليم والحمد لله هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكر لماذا ذهبت ذهبت إلى المستشفى لمقابل الطبيب الأسنان لماذا أشعر بألم شديد في أسنان إلى أين ذهبت اذهب إلى الطبيب الأنفي والأودنى etc إقرة الفقرة ثم أجب بنعم أو بلا doncه هناك فولير سوف أق داءً لنجده كنبارغرافي وزالي ربون لك لفراز يجبون يورا دفراز في فراز يجبون تغيب عمر وأخته فاطمة عن الدراسة هذا الأسبوع عمر شعر بصداع شديد وألم في أسنانه ذهب إلى الطبيب الأسنان الصباح يوم يوم السبت درجة حرارة مرتفعة فحص الطبيب أسنانه ونصحه بالراحة خمسة أيام ونصحه أيضا بتناول الدواء بعد خمسة أيام ذهب عمر إلى المدرسة فاطمة شعرت بصداع شديد أيضا وارتفعت دراجة حرارتها ذهبت مع والدها إلى طبيبة القلب فصحت قلبها وصدرها وقاست الضغط قلبها السليم الحمد لله هناك ارتفاع في الضغط السكر وسبب ذلك زيادة الوزن طلبت منها الطبيبة تركت ملح والسكرية وتناول الخضروات والفواكه ونصحتها بالراحة أربعة أيام نقلال فخص شعر عمر وفاطمة بصداع ذهب عمر إلى الطبيب يوم الأحد نصح الطبيب عمر بالراحة أربعة أيام نصحت الطبيبة فاطمة بالراحة أربعة أيام طلبت الطبيبة من فاطمة تركت دراسة بعد خمسة أيام ذهبت فاطمة إلى المدرسة سبب ارتفاع السكر زيادة الوزن نصحت ذهب عمر إلى الطبيب القلب اقرأ المعلومات ثم اكتبها في الفراغات نقلال يدي الانفورماشون أغوش يفولي كمبيتة دون لجالوي زينب طالبة زينب طالبة في المرحلة المتوسطة تغيبت عن الدراسة وذهبت إلى الطبيب نقلال يفولي كمبيتة لديها موعد الساعة وهي تشعر ب درجة الحرارة والنتيجة عندها نصحتها الطبيبة وسعيد مدرس في المرحلة الابتدائية تغيب عن الدراسة وذهب إلى الطبيب لديه موعد الساعة هو يشعر في صدر درجة حرارة والنتيجة لديه في الضغط ونصحه الطبيب بترك و نقلال الطبيب الأنف الموعد الخمسة مساء الألم صدع الارتفاع في الحرارة الحرارة تعالى من ذلك تغيب على طبيب الأنف الموعد كلمة كلمة 有دة طبيب Hunt الموعد الساعادة الرابعة مساء هذا exercice الشخآ їх إركض الانيلاب إنه يردفع أدراجات الحراراتي والسالة إلى لكي أجل تحرك إداريك إلى 38 دولي قبل أحمد الباب وقالله أعلمه الجميل والحمد لله ونصحه الطبيب بالرياضاتي ذهبت كاثر إلى الطبيبة الأذن لديها موعد قبل صلاة المغرب تشعر كاثر بصداع قاست الطبيبة درجات الحرارة الحرارة مرتفعة وصلت إلى هناك ألم في الأذن نصحتها الطبيبة بالراحة ذهبت مع الجدي إلى المستشفى بالليل وكان يشعر بألمين في صدره قابلنا الطبيبة في غرفته سأل الطبيب الجدي ما عمرك كليتوناج؟ جدي ممپيرا ممپيرا رابعي ثمانونا لأي يالمو عمليا فحصت الطبيب قلب جدي وضغطه وضغطه ودرجات الحرارة الحمد لله القلب الضغط طبيعي طبيعي سأل طبيعي سأل طبيعي للمغمال هناك ارتفاع في دراجة الحرارة نصح الطبيب جدي من راحتي وتناول الدواء قال جدي للطبيب أنا لا أريد الدواء ولا أحبه عمري الآن ثمانون سنة وأنا بخير الحمد لله قلبي سليم والضغض طبيعي وليس عندي سكري وآكل في اليوم ثلاثة وأنام ثمانية في الليل في الصباح استيقظ جدي وذهب إلى المسجد من الصلاة الفجر الصلاة أحضرت له شيء وسألته كيف حالك يا جدي أجاب أنا بخير والحمد لله أجب عن الأسئلة التالية بما شعر الجد ما أمور الجد بما نصح الطبيب الجد كم ساعتن ينام الجد ما ذا فعل الجد في الصباح ено أجب عن الأسئلة терتلية العاصي مع إغادة السيارة والدخل وقلبي في الصلاة المحافية RE понадب три على دخل صل بين كل كل كلمات تصبح تعبيرا يجب أن يتضحوا وضعوا ثم في مواقفة ليسفورا لتفانية طبيب، دراجت، وشفاء الله، وكسه إحتاج إلى الكلمات تصبح جملة يجب أن يتضحوا ثم وضعوا ثم في مواقفة فعوسية، حشوري، حدت، حدت، مثيرا تعقرير، وهو الطبي، وتبقي، وكسه يملى الفرع مما بين القوسين فو رمضي ربع لفتح باتيه لفتح بس فاسيه ذهبتو إلا سيكون 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 لفتح ومستشفى بل إسحاف حضرتو لزياداتي ألأسنان أكس ترى الطبيب لزياراتي حضرتو ألأسنان ألقالبو سلم كبير والحمد لله اكتب مآ يوم لي لحالك سيكون سيكون قيدة سيكون سيكون فكيف يرغبت أد وقله سيكون سيكون هناك 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 قيدة وحالك في لتحصور أرصر يا صديقي السنانو وريدو تركي الملح وريدو تركي وريدو تركي يفو امتعار المن وفوشن وليمجد في المنقر إكتب في كل يفرا على للمت التي بين القوسين شعر أمارو بسوداين يفو امتعار للموت يغلق تركي طبعي ممني تركي سأتاناوالو الحمد لله قلبي اكتبوا لأرقام كما في المثالين يجب أن يخير لشفر دواء بثمانين ريال القميسو بثمانين ريال الساعة سالجات أشعر بألم شديد ذهبت إلى المستشفى نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر سبحانك اللهم سبحان ربك رب العزة والسلام على الورسل والحمد لله رب العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته